فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وفيما ليس من عمل المسلمين نعم أشد من عمل الكوفيين وأبلغ يعني فيما ذهب مالك يقول هو فيما ينهى عنه من التشبه به الكتاب والعاجم وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب نعم فمذهب مالك رحمه الله أشد من مذهب الكوفيين وهم أبو حنيفة رحمه الله وأتباعه مع ما في مذهب الحنفية رحمهم الله من الاهتمام بهذا الأمر وتحذير من التشبه بالكفار في مفرداته السابقة إلا أن مذهب مالك تبين أنه أشد في هذا الأمر مما يدل على أنهم كانوا يكرهون كراهية شديدة تشبه بلا عاجب نعم قال مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم نعم حتى أنه بلغ من تشدد الحنفية وهذا حق هذا تشدد بحق تشددهم في منع التشبه بالأعاجم أو باليهود والنصارى أنهم حكموا بالكفر يعني يروى هذا عنهم أنهم حكموا بكفر من فعل ذلك مع أن هذا فيه نظر وتفصيل كما سبق ولعل هذا أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم على ظاهر منهم أن يكون كافرا مثلهم قد سبق كلام الشيخ رحمه الله في أن هذا الحديث أقل أحواله أن يدل على تحريم التشبه بغير المسلمين وإن كان ظاهره الكفر ترجمة نانسي قنقر